موسيقى موجز العاشر من قناة الجزائر الدولية سلام عليكم ورحمة الله وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا على مذكرة تفاهم لمواصلة دراسات تقنية والفنية لمشروع خط أنبوب الغاز العابر للسحراء وحذر مراسم التوقيع التي عقدت بالجزائر العاصمة وزراء المحروقات من البلدان الثلاث ويعد هذا المشروع رهانا ضخما لنقل الغاز الذي يربط الجزائر والنيجر ونيجيريا على طريق طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس بالجزائر العاصمة وزير الدولة للموارد البترولية لجمهورية نيجيريا تيميبري سيلفا ووزير البترول والطاقة والطاقة المتجددة لجمهورية النيجر ماهامان ساني محمدو وقد حضر الاستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية مدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقام استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الخميس بالعاصمة الجزائر محافظة الاتحاد الافريقي لشؤون السياسة السلمي والأمني بانكول أدوي وقال أدوي عقب الاستقبال إنه تطرق مع العمامرة إلى المسائل السياسية للقار مشيدا بمشاركة الجزائر في أعمال الاتحاد الافريقي وأكد في هذا السياق على مساهمة الجزائر في تحرير الشعوب الافريقية من الصراعات واللمساوات ودورها الفعال في السلم والأمن في منطقة الساحل وليبيا قرر مجلس الأمن الدولي الخميس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى وأكد المجلس في القرار رقم 2647 على أهمية إجراء حوار وطني جامع ومصالحات شاملة ورحب بدعم الاتحاد الافريقي في هذا الصدد واعترف بالدور المهم للمنظمات الإقليمية الأخرى ودع المؤسسات وسلطات الليبية ذات الصلاة إلى تنفيذ تدبير بناء الثقة لخلق بيئة مواتية لانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أن الأحداث المتسارعة بالبلاد في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا على الاستقرار والسلم الاجتماعي وعبر الكاظمي في بيان عن استغراب حكومته مما وصفه استمرار محاولات زجها في تفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال مشيرا إلى أنه يجب على الجميع الحفاظ على ما أنجز ودعم الحكومة ومؤسساتها والقوى الأمنية والعسكرية للقيام بواجباتها في ضمان الاستقرار أدانت فلسطين قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن صحب ترخيص مدارس الإيمان والمدرسة الإبراهيمية في القدس الشرقية المحتلة وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانين منفصلين إن القرار يمهد الطريق لإغلاق تلك المدارس بحجاج وذراء عواهية معتبرة إياه جزءا لا يتجزأ من عملية تهويد القدس ومحاولة لفرض المنهاج الصهيوني على المقدسيين مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والمنظمات الأممية المختصة بالضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف تنفيذ هذا القرار افتتح ريشي سوناك واليستراس المرشحان لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون مساء الخميس الحدث الانتخابي الأول في كل أنحاء البلاد لإقناع أعضاء الحزب المحافظ بآدائهما وسيصوت أعضاء الحزب الذي يملك الغالبية في مجلس العمومة عبر البليد خلال شهر أوت لاختيار خليفة جونسون الذي أجبر على إعلان الاستقالة أوائل جوليا إثر سلسلة فضائح شهدتها حكومته ويتوقع ظهور نتيجة التصويت في الخامس من سبتمبر القادم ختام الموجز للمزيد من الأخبار تابعونا عبر منصتنا الرقمية على تويتر فيسبوك انستجرام ويوتيوب كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر